بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وأهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة من ليالي لرمضان ونحن نلتقي على مائدة القرآن اليوم حديثنا سيكون مختلفا سنتحدث عن أعظم آية في كتاب الله هذا الحكم على هذه الآية هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن نحن نتكلم عن آية الذي وصفها بهذا الوصف العظيم أعظم آية في كلام الله وفي كتاب الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه الآية العظيمة التي كثرت فيها الأحاديث في فضلها بصورة لم يرد مثلها في أي آية أخرى بل تنوع هذا الفضل أيضاً ومن أعظم تلك الأحاديث التي جاءت بالفضل في هذه السورة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابي جليل هو أبي بن كعب رضي الله عنه حيث ناداه فقال له يا أبا المنذر ناداه لينتبه لأن الأمر الذي سيسأله عنه عظيم ثم سأله فقال أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم قال يا أبا المنذر كرر عليه أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم الآية قال فضرب في صدري وقال والله ليهنك العلم أبا المنذر رواه مسلم وفي رواية بزيادة صحيحة والذي نفسي بيده إن لهذه الآية يعني الله لا إله إلا هو الحي القيوم لساناً وشفتين تقدس الملكة عند ساق العرش رواه الدمياطي في المتجر الرابح لنقف أيها الأخوة مع هذا الوصف النبوي لهذه الآية حتى ندرك شيئاً من عظمتها لأننا لن نجد أحداً يصف هذه الآية كما بصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومهما تحدث العلماء والمفسرون حولها فلن يكون ذلك مثل وصف النبي صلى الله عليه وسلم تأمل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم تأمل جملة قصيرة فيها نداء وفيها استفهام وفيها إضافة للتعظيم كتاب الله وفيها استحضار لقرب هذا العظيم معك مع ما فيها من الثناء عليه والمدح في كلمة معك وأيضاً فيها الوصف بالعظمة بأسلوب التفضيل أعظم وإن كان المراد ليس المنوارد منه التفضيل يعني المفاضلة بين شيئاً بل التفضيل الكامل كل هذا في هذه الجملة زيادة على هذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر النداء مرة أخرى وعادة لا ينادى إلا إذا كان المراد هو انتباه المنادى لشيء عظيم فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى أبي بكنيته وفي مقام عظيم كهذا وهذا دليل على أن أو إشارة أو ملمح إلى أن المنادى بالكنية فيها إجلال وتعظيم للمنادى لأن هذا الموقف الذي نادى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أبي رضي الله عنه بكنيته يا أبا المندر كان موقفاً عظيما وحدثاً عظيما تكرار النداء مرة أخرى للتأكد من انتباه أبي رضي الله عنه للكلام الذي سيوجه إليه لا إله إلا الله كل هذا لينتبه أبي رضي الله عنه للحكم الذي سيصدر للوصف الذي سيصف به النبي صلى الله عليه وسلم الشيء القادم ما هو أي آية في كتاب الله معك أعظم كما نجد في الرواية الأخرى صورة أخرى من صورة عظمة هذه الآية إذن في الحديث الأول هناك نص مباشر على أنها أعظم آية في كتاب الله حكم واضح وفي الرواية الثانية نجد صورة أخرى من صورة عظمة هذه الآية ألا وهي تقديس الله والذي نفسي بيده إن لهذه الآية يعني الله لا إله إلا والحي القيوم لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش إذن موضوع هذه الآية وسر عظمتها وتقديس الله والثناء عليه وتعظيمه إذن هذه السورة تقدس الله وما في معانيها هو تقديس وتعظيم لله على ما سنعرف بعد قليل إن شاء الله وهناك فضل آخر لهذه الآية يظهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت صححه الألبان بمجموع طرقه في السلسل الصحية سبحان الله ما الذي في هذه الآية دعونا نتسأل ما الذي في هذه الآية حتى نالت كل هذا الفضل وحضي قارئها بكل هذا الأجر يقول الطيب إلا الموت يعني الموت حاجز بينه وبين دخول الجنة إذا قرأ هذه الآية فإذا تحقق يعني الموت وانقضى حصلت الجنة لعل سرها والله أعلم أنها أعظم صور إجلال الله وتوحيده وتعظيمه في القرآن على الأطلاق فإذا قرأها الإنسان وفيها كل هذا التعظيم وكل هذا التوحيد لله سبحانه وتعالى وكل هذا الإجلال لله عز وجل فإذا قرأها الإنسان متى؟ بعد أعظم صور عبادات البدن وهي الصلاة وهي من أعظم أشكال وصور تعظيم الله عز وجل التي هي الصلاة فتحصل من هذا أي تحصل للعبد من هذا أعظم اعتقاد في قلبه بعظمة الله عز وجل أين؟ بعد أعظم صور عبادات البدن وهي الصلاة التي فيها تعظيم لله من أولها إلى آخرها من التكبير إلى التسليم فاجتمع لهذا العبد التعظيم الظاهري والداخلي لعل هذا هو سر أو شيء من السر في أنه لو قال ذلك بعد الصلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلى الموت أخواني الكرام هذا يدل على شيء على أن تعظيم الله هو رأس الأمر إجلال الله هو أهم شيء وما قدر الله حق قدره ما لكم لا ترجون لله وقارا المشكلة فينا اليوم هو ضعف هذا الأمر والقرآن كله لو تأملته ونظرت فيه إجلال وتعظيم لله عز وجل سواء بالثناء المباشر على الله عز وجل أو بنفي ما يمكن أن يكون في صورة نقص عنه سبحانه وتعالى ومن أراد منكم أن يعني يعني يعرف مزيد عن هذا الموضوع تعظيم الله عز وجل فلنا برنامج خاص يعرض في رمضان كل ليلة على قناة المجد وأيضا في على مواقع التواصل الاجتماعي نزلها يوميا تعظيم الله في القرآن ثلاثون حلقة تتكلم عن تعظيم الله وهذه السورة هي واحدة من أشكال تعظيم الله في القرآن أيضا من فضائل هذه الآية العظيمة ما جاء في البخاري في قصة الشيطان مع أبي هريرة قال وكلني رسول الله بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرف عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله ثم قال أي الشيطان إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان تأمل معي عليك من الله حافظ لن يزال عليك من الله حافظ استمرار في الحفظ لا تعجب أن يكون عليك حافظ وفي آية الكرسي ولا يؤده حفظه ما وهو العلي العظيم إذا كان سبحانه وتعالى لا يؤده حفظ السماوات والأرض على عظمهما فهل يؤده حفظك أنت أيها الإنسان وأنت هباء في هذا الكون لا والله فمن قرأها حفظه الله عز وجل ولا يقربك شيطان لماذا؟ لأن الشيطان لا يحب التوحيد لأن الشيطان لا يحب إجلال الله عز وجل يكره التوحيد وتعظيم الله عز وجل لذلك من أعظم ما يؤثر في الشيطان الأدان لأنه كله توحيد وتعظيم لله ومن أعظم ما يؤثر في الشيطان آية الكرسي لأنه إجلال وتعظيم لله عز وجل أيضا من فضائل هذه الآية أنها اجتملت على اسم الله الأعظم الحي القيوم فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو أمامة الباهلي قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطاها أما البقرة لا إله إلا هو الحي القيوم وآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طاها وعنت الوجوه للحي القيوم وفي هذا إشارة إلى صفة العظمة من خلال اسم الله الأعظم اسم الله الأعظم هكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ معي وصف العظمة لاحظ كيف يتكرر معنا في الأحاديث التي تصف هذه الآية هي موصوفة بالعظمة وكل محتواها عظمة وهذا يؤيد ما سبق من نصوص وأن سر عظمة هذه الآية هو تعظيم الله بتوحيده وتمجيده والثناء عليه وبذكر مخلوقاته العظيمة سبحانه وتعالى وليس هناك في القرآن آية تشابه آية الكرسي وبعضهم قال بل اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة الله وعلى كل سواء كان هو لفظ الجلالة الله أو الحي القيوم فكلاهما في هذه الآية العظيمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم فقد جمعت بشكل متيقن اسم الله الأعظم وبهذه الصورة وبهذه العظمة وبهذه الشمول لعظمة الله عز وجل ووصفه في مخلوقاته أو أسماءه أو صفاته لم ترد آية أخرى تشابه آية الكرسي في ذلك ولعل هذا أحد أسرار عظمتها طيب سأنتقل الآن نقلة معينة ما مناسبة هذه الآية لما قبلها ما مناسبة هذه الآية لما قبلها هذه آية عظيمة فلماذا جاءت في هذا الموضع بالذات في القرآن وسبقت بهذه الآية وجاءت بعدها تلك الآية سبقت بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون سأذكر مجموعة من المناسبات من أجل بيان شيء من عظمة هذا القرآن العظيم لو تأملنا الآية السابقة فقد بدأت بالتفضيل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض لنتأمل كلمة فضلنا والتفضيل هنا في الأنبياء في الرسل يعني فلا عجب بعد ذلك أن يرد أفضل كلام الله عز وجل حيث فضلت آية الكرسي على آية القرآن كله فكأن تفضيل الأنبياء أو كأن ذكر تفضيل الأنبياء قبلها توطئة لذكر أفضل كلام الله وهو آية الكرسي كما أن منزلة الأنبياء لو تأملناها في هذه الآية في المفاضلة كانت بسبب علاقتهم بربهم وفضله عليهم ولذلك يذكر ذلك جليا معهم فقال الله عز وجل منهم أي الرسل من كلم الله إذن الفضيلة التي حصل عليها من كلام الله ورفع بعضهم درجات رفع الله له هو الفضيلة وأتين عيسى بن مريم البينات فضيلة وأيدناه بروح القدس فضيلة كلها من الله أيضا لقد ختمت الآية السابقة ببيان أعظم الظلم والكافرون هم الظالمون والكفر والشرك هما أعظم صور الظلم لأن فيهما صرف لحق الله لغير الله أو فيهما اعتراف أو عدم اعتراف بحق الله أصلا فجاءت أعظم آية في كتاب الله تلبه إلى هذا فجاءت أعظم آية في كتاب الله لتبين حق الله مدام الكافرون هم الظالمون هؤلاء الذين يجحدون حق الله أو يصرفونه لغيره هذا هو غاية الظلم جاءت هذه الآية بعدها مباشرة بعد كلمة والكافرون هم الظالمون مباشرة لتبين حق الله جليا وتعظم الله حق تعظيمه وتوحده سبحانه وتعالى حق توحيده فتقدم النموذج الأعظم لتوقير الله وتعظيمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى وتقديره حق قدره فهم ما قدروا الله حق قدره فإن أردت أن تعرف الله حق قدره تقدر الله حق قدره فاقرأ آية الكرسي أيضاً مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر الكافرين أنهم هم الظالمون وهم المواضعون للشيء في غير موضعه أتى بهذه الآية العظيمة الدالة على إفراد الله بالوحدانية والمتضمنة لصفاته العليا ونبههم بها على العقيدة الصحيحة سواء أنت مسلم أو هم بصفتهم كفار نبههم على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد وعلى طرح ما سواها واحتوت هذه الآية العظيمة على الدلائل على حقيته سبحانه وتعالى بالتوحيد أيضاً هذه الآية فيها إبانة من الله جل ذكره للمؤمنين به وبرسوله عما جاءت به أقوال المختلفين في البينات من بعد الرسل الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية السابقة وأنه فضل بعضهم على بعض واختلفوا في أمر الله عز وجل بعد مجيء البينات لهم فاقتتلوا وكفر بعضهم وآمن بعضهم فالحمد لله الذي هدان للتصديق ووفقنا للإقرار هكذا يقول الطبر رحمه الله أيضاً لما ذكر الله عز وجل فيما تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص ما فيه مصلحة للعباد في الآيات السابقة ليس بالضرورة في هذه الآية ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد الذي هو تعظيم الله الذي هو إجلال الله في آية واحدة الله لا إله إلا هو الحي القيوم أيضاً لما ذكر الله عز وجل هول القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذكر تمجيد الله عز وجل وذكر لنفسه وذاته سبحانه وتعالى إبطالاً لكفر الكافرين وقطعاً لرجائهم لأنها احتوت على قوله من ذا الذي يشفى عنده الله بإذنه وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث وأودعت هذه الآية العظيمة هنا وجاءت في هذا الموقع لأنها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاحقة هذا شيء من محاولة ذكر المناسبة لما سبق طيب ما مناسبة ذكر الآية بعدها لا إكراها في الدين ما علاقتها بآية الكرسي لعلنا نستطيع القول أنه لما كانت آية الكرسي هي أعظم ما يعرف بالله على الإطلاق لما كانت آية الكرسي أعظم ما يمكن أن يعرف بالله ذاتاً وفعلاً وصفةً وملكاً وخلقاً فلما كانت هي التي تعرف بالله عز وجل ومعرفة الله هي الدين كله بهذا اتضحت الدلائل لكل عالم وجاهل ما بقيت حجة أعظم ما يمكن أن يعرف بالله هو آية الكرسي فصار الدين إلى حد لا يحتاج فيه منصف لنفسه عاقل فاهم إلى إكراه في الدين فقال الله عز وجل لا إكراه في الدين لأن كل شيء واضح كل شيء واضح كما وضحته آية الكرسي الآن ممكن أن نقف وقفة أخرى بداية الآية ونهاية الآية ما العلاقة بين مطلعها ومقطعها لقد بدأت الآية بالاسم العلم الله الله الذي ترد إليه كل الأسماء وتصدر عنه كل الصفات ليكون كالعنوان لها وكل ما بعد فهو وصف له بعده مباشرة بدأت الآية بما يجمع صفات الذات والأفعال الحي القيوم وختمت بما يجمع صفات العلو والعظمة العلي العظيم هذه الأسماء الخمسة الله الحي القيوم العلي العظيم اختصرت كل دلالات الآية وأحاطت بتعريف العظيم سبحانه وتعالى وعرفته أكمل تعريف فغيرها داخل فيها ولما كان افتتاح الآية بالاسم العلم الأعظم الجامع لجميع معاني أسماء الحسنة علوا وعظمة ختم الله سبحانه وتعالى بهذه ختم الآية بهذه الاسمين الدالين على كمال العلو والعظمة العلي العظيم فختمت الآية بما بدأت به من معنى العظمة إذن هي بدأت بالعظمة وانتهت بالعظمة ومع تمييز هذه الآية بحسن الافتتاح والختام وعظم المعاني فقد كرر اسمه عز وجل ظاهرا ومضمرا في ثمانية عشر موضعا يعني ما أشير فيه إلى الله عز وجل سواء كان بالاسم الظاهر مباشرة أو بالضمائر بلغ ثمانية عشر موضعا من خلال خمسين كلمة وعشر جمل هي التي كولت هذه الآية العظيمة كلها دلت على ذات الله عز وجل وصفات الله عز وجل وأفعال الله وتدبير الله سبحانه وتعالى بأعظم أسلوب وأبلغ حجه كلها ناطق بكمال ذاته وصفاته بما لا يوجد له مثيل في بقية آية الكتاب الحكيم بهذا عرفنا مناسبة الآية لما قبلها ومناسبتها هي مطلعها ومقطعها معنى الآية هجمالا أجمل ابن القيم معنى الآية بقوله في الآية ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات وذكر الله عز وجل معها القيومية المقتضية لذاته وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه من النوم والسينة والعجز وغيرها ثم ذكر سبحانه كمال ملكه ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه ثم ذكر سعة علمه وأحاطته ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته إلا أن يأذن الله لهم في ذلك العلم ثم ذكر سعة كرسيه منبها به على سعته سبحانه وعظمته وعلوه كل ذلك توطئه بين يدي ذكر علوه وعظمته ثم أخبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب ثم ختم هذه الآية بهذين الإسمين الجليلين العلي العظيم للدلالة على علو ذاته وعظمته في نفسه هكذا اختصر ابن القيم رحمه الله المعنى الإجمالي لهذه الآية العظيمة طيب نحن الآن ما وصلنا إلى الآية كل هذا ونحن حول الآية وهذا يعني ليس أمرا عجيبا في حق هذه الآية العظيمة دعونا نتحدث الآن عن سر عظمتها يمكن هذا السؤال يأتي في إذهان كذين ما سر عظمة هذه الآية ما الذي تميزت به عن آية القرآن هذا أمر يعني أثار العلماء بحثوا فيس سأجمل لكم الأمر إجمالا لعل سر عظمة آية الكرسي أنه راجع إلى عظم تمجيدها لله هذا الذي يدخل لي والله أعلم أن الأمر راجع إلى عظم تعريفها بالله أن عظمة الله تتجلى فيها في كل موضع يقول أبو حيان وفضلت هذا التفضيل أي آية الكرسي لما اجتملت عليه من توحيد الله وتعظيمه وذكر صفاته العلاء ولا مذكور أعظم من الله ولا شك فذكره أفضل من كل ذكر ويقول ابن القيم أن كلامه سبحانه وتعالى تأمل معي في هذا الكلام المهم يقول ابن القيم إن كلامه سبحانه وتعالى الذي يثني فيه على نفسه ويذكر فيه أوصافه وتوحيده أفضل من كلامه الذي يذم به أعداءه ويذكر أوصافهم ولهذا كانت سورة الإخلاص أفضل من سورة تبت وكانت تعديل ثلث القرآن دونها وكانت آية الكرسي أفضل آية في القرآن للأسف نحن لا نتعامل مع آية القرآن بهذه الطريقة المفترض فينا أننا إذا وصلنا إلى آيات تتحدث عن الله نعطي الموضوع أهمية بعضنا يتأثر بالآيات التي تتكلم عن الجنة والنار أكثر من تأثره بالآيات التي تتكلم عن الله وهذا غير صحيح الكلام عن الله هو الأعظم ولذلك تجد أن الآيات والسور التي تكلمت عن الله دائما تفضل على غيرها الفاتح على سبيل المثال كلها تعظيم لله عز وجل يقول الرازي كل كلام اجتمل على نعوت جلاله سبحانه وصفات كبريائه كان ذلك الكلام في نهاية الشرف والجلال ولما كانت هذه الآية كذلك لا جرى مكانت هذه الآية بالغة في الشرف إلى أقصى الغايات وأبلغ النهاية ولعل في تسميتها بالكرسي يعني آية الكرسي ما يشير إلى العظمة إلى هذه العظمة التي تتكلم عنها هذه العظمة الدالة على العظيم سبحانه وتعالى يقول البقاعي وعلى هذا المقصود أي تعظيم الله عز وجل وعظمة الله عز وجل دلت تسميتها بالكرسي وعلى هذا المقصود أي عظمة آية الكرسي دلت تسميتها بالكرسي لأنه على قدر مملكة الملك تكون قدرته وعلى حسب قدرته يكون علوه وعظمته سبحانه وتعالى ويشير ابن القيم بن تيمية يشير بوضوح إلى أثر أسماء الله الحسنى في عظمة هذه الآية فيقول وقد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته للمتكلم فكله كلام الله فإنه سبحانه واحد ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لتلك المعاني والذي صحى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فضل من الآيات آية الكرسي وليس في القرآن آية تأملوا معي وليس في القرآن آية واحدة تضمنت ما تضمنت آية الكرسي أي من أسماء الله وإنما ذكر الله في أول سورة الحديث مجموعة من الأسماء وآخر سورة الحشر مجموعة من الأسماء ربما تكون أكثر ولكن يقول ابن القيم ولكنها ذكرت في عدة آيات لا في آية واحدة إذن هو يرى أن عظمة آية الكرسي تعود إلى هذا العدد لخمسة أسماء وإليها تعود أصول الأسماء كلها في آية واحدة والله حق لنا بعد هذا أن نعتني بهذه الأسماء وأن نقف عندها ونتأملها وننظر في مقتضاها ونعمل بما ينبغي يقول النووي أيضا قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدنية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة وهذه السبع أصول الأسماء والصفات والله أعلم وقيل إنما كانت أعظم لأنها توحيد كلها تعمل معي هذا الكلام لأنها توحيد كلها وكل ما كان توحيدا فهو مفضل كما صار قوله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله ففضلت هذه الكلمة على كل ما قاله الأنبياء لأنها توحيد وسارت أفضل الذكر لأنها كلمة حوت علوم جميع التوحيد والفاتحة تضمنت التوحيد كله والعبادة والوعظ والتذكير لذلك كانت أفضل صور القرآن فلا ريب إذن أن تكون آية الكرسي هي أعظم الآيات لأنها أيضا تضمنت التوحيد الله لا إله إلا هو وقال بعض المتأخرين أن هذه الآية اجتملت من الضمائر العائدة على الله على ستة عشر وبعضهم قال ثمانية عشر إلى غير ذلك كلها تفيد تعظيم لله فكانت أعظم آية في كتاب الله لذلك والله أعلم طيب لو تسألنا بعد هذه الجولة لو أردنا أن نلخص موضوع آية الكرسي في جملة واحدة موضوع عنوان أنا أتصور أنه تعظيم الله تعظيم الله لأن التوحيد هو صورة من صور تعظيم الله عز وجل فأول ما الذي يجعلني أقول أن هذا العنوان هو موضوع على أساس تعظيم الله لأن أول ورود لوصف الله بهذه الصفة بالعظمة أول ورود في القرآن لوصف الله بالعظمة كان في هذه الآية في آية الكرسي العلي العظيم التي هي أعظم آية في كتاب الله واجتملت آية الكرسي على صور عديدة من عظمة الله فعلما مما تقدم أن آية الكرسي أثبتت لله سبحانه وتعالى صفات الكمال مثل الألوهية والوحدنية والحياة والقيومية والملك والتدبير ونفت عنه في المقابل صفات النقص مثل السنة والنوم وأيضا عدم المشقة ولا يؤده حفظهما وأيضا عدم قدرة أي أحد على الشفاعة عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى وختمت باسمين عظيمين العلي العظيم وقد جاء بعدما يدل على عظمة الله عز وجل في ذاته وملكه سبحانه وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض هذا تقرير لما تضمنته الجمل كلها من عظمة الله وكبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلزمة لعظمة شأنه سبحانه وتعالى فجاءت هذه الأسماء بعد هذا كله بهذا ندرك أن هذه الآية تعد منهجا لبيان كمال تعظيم الله عز وجل فقد جمعت تعظيم الذات والصفات والمخلوقات والملك ونفت أدنى النقص فكيف بأعظمه لذلك موضوعها هو تعظيم الله وهي أعظم آية في كتاب الله بما أن ابن تيميه رحمه الله يعني ذكر أنها اجتملت على أسماء الله بما لم تجتمل عليه آية أخرى في موقع واحد فلنعلم أن هذه الآية اجتملت على هذه الأسماء الله الحي القيوم العلي العظيم الحقيقة كان بيودي أن أتكلم عن كل اسم بإسهاب لكن الوقت لا يسمح ولذلك سأختصر بدأت هذه السورة أو هذه الآية بالاسم الأول الله وهو مدار الأسماء كلها وهو أكثر اسم تكرر في القرآن ورد أكثر من 2700 مرة وجاء باسم الذات هنا لأنه طريق في الدلالة على المسمى المنفرد بهذا الاسم ما هناك أحد يسمى بالله غير الله عز وجل فإنه العلم الذي هو أعرف المعارف على الله عز وجل هذا اللفظ لفظ الله عز وجل وسيأتي تفصيل له إذا وصلنا إلى موقعه في الآيات الحي القيوم يقول السعدي هذا نسمان كريمان يدلان على سائر الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن الحي من له الحياة الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات كالسمع والبصر والعلم والقدر والقيوم الذي قام بنفسه وقام بغيره فهو مستلزم من جهة لجميع الأفعال التي اتصف بها الرب سبحانه وتعالى على صفة الكمال من النزول والكلام والقول والخلق والرزق والإحياء والإيماتة وسائر أنواع التدبير كل ذلك الداخل في قيوميته سبحانه وتعالى ولهذا قال بعض المحققين إنها الاسم الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب لأن لها عناقة بالإجابة الدعاء الاسم الثالث الحي ورد هذا الاسم في القرآن حوالي خمس مرات وأغلبها جاء مرتبط بالقيوم إلا في موضع واحد وتوكل على الحي الذي لا يعموت أما بقيتها فكلها مرتبطة بالحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم وأيضا في موضع آخر هو الحي لا إله إلاه في موضعين جاءت بدون ارتباط بالقيوم وفي بقية الثلاثة البقية مرتبطة بالقيوم وهو يعني أن له سبحانه وتعالى الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا آخر له يؤمد أي له أمد كما يقول الطبر رحمه الله فالله جلت قدرته وصف نفسه بأنه حي حياة أبدية سرمدية لا يسبقها ابتداء ولا يلحقها فناء بعكس كل المخلوقين فحياتهم مسبقة بعدم وملحوقة بفناء كل من عليها فن ويبقى وجهه ربي كذو الجلال والإكرام القيوم ورد اسم القيوم في ثلاث مواضع في كتاب الله عز وجل ومعناه أن القائم بنفسه أيضا القائم بغيره والعجيب أن هذين الاسمين إذا جاء مع بعضهما فلهما أثر كبير في الدعاء ومعلوم أن الدعاء يستجاب كلما كان الثناء على الله أعظم لو تأملت الأحاديث والأدعية تجد أن في بداياتها ثناء على الله فكلما أثنى العبد على الله وأظهر ضعفه وقوة ربه كان ذلك أدعى في إجابة الدعاء ولذلك يقول ابن تيمية وفي تأثير قوله يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث في دفع هذا الداء مناسبة بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال لهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي بها أجاب وإذا سئل به أعطى هذا الكلام لابن القيم رحمه الله وهو يختار أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم والحياة التامة انتبه معي تضاد جميع الأسقام والآلام ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ولا حزن ولا شيء من الأفات ونقصان الحياة تضر بالأفعال وتنافي القيومية فكمال القيومية هو لكمال الحياة إذن كمال الحياة يؤدي إلى كمال القيومية فالحي المطلق التام الحياة لا تفوته صفة الكمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة فالتوسل بصفة الحياة والقومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة ويضر بالأفعال والمقصود أن الاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في إجابة الدعوات وكشف الكربات ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم عن أنس بن مالك رضي الله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث حسنه الألباني في صحيح الجامع أيضا من أسماء الله التي وردت العلي وأيضا العظيم هذه الأسماء الخمسة هي التي وردت في هذه السورة الآن أنا سأدخل فيما تبقى من وقت في تحليل دلالي سريع لآيات السورة الله لا إله إلا هو الحي القيوم تبدأ هذه الآية كما نلحظ بلفظ الجلالة الله هذا الاسم العظيم الذي إذا ذكره تزت له القلوب ورجفت له الظلوع حتى ذكر بعض المفسرين أن ذكره الله يربي المهابة في النفوس وقد كرر أبو السعود في تفسيره هذا المعنى مرات عديدة فيقول وإظهاروا الاسم الجليل الله لتربية المهابة وإدخال الروعة ويذكروا غالبا وكثيرا في مواضع العظمة ويقول وإظهاروا الاسم الجليل الله لما مر مرارا من إدخال الروعة وتربية المهابة وتقوية استقلال الجملة اسم الله العظيم لم يوصف به أبدا أحد غير الله عز وجل أبدا وهذا يدل على أن إدخال الألف واللام في الله وحذف الهمزة منه وإلزام هذا البناء الله إنما يدل على أنه لا يستحق الألوهية في الحقيقة غيره سبحانه وتعالى وخص ببناء خاص لا يشرك فيه سواه ولا يدعيه أحد ولهذا نجد لحضور هذه الكلمة في الكلام من الهيبة ما لا نجد لسواه ويظهر ذلك جليا في كلمة التوحيد فإن من أسرار ذكر الاسم الجليل استحضار عظمة الله بما يحويه اسم الجلالة من معاني الكمال ولتكون الجملة مستقلة بنفسها فتكون جارية مجرى الأمثال والكلم الجامع هذا الاسم الجليل له خواص معنوية كثيرة بعضهم أطال فيها وتوسع فيها ذكر في روزبادي له خصائص كثيرة جدا بعضها يرجع للمعاني وبعضها ترجع للألفاظ إلى غير ذلك الحقيقة سردها يطول بهذه المهابة والعظمة تختم كلمة التوحيد تبتدئ الله لا إله إلا هو وكلمة التوحيد لا إله إلا الله فكلمة التوحيد تختم بلفظ الجلالة وهنا ابتدئت هذه الآية بلفظ الجلالة وثني بعدها بكلمة التوحيد لا إله إلا هو ويقف الصوت فيها على هذا اللفظ الجليل الله في كلمة التوحيد لا إله إلا الله ليكون آخر ما يستقر في القلب وينطق به اللسان ولذلك كانت كلمة التوحيد هي أعظم الكلام أعظم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم والنبيون قبله وكانت هي من كانت آخر كلامه من الدنيا دخل الجنة جاء لفظ لو تأمن فيه الله لا إله إلا هو في هذه الآية جاء لفظ الجلالة الله مبتدأ ليكون ما بعده خبر عنه وجاء في صدر الكلام ليتشوق السامع والقارئ للوصف الذي سيوصف به فإذا ذكر ذلك الوصف استقر وسكن لأنه جاء على تشوف وتشوق ثم جاء الخبر لا إله إلا هو الخبر هو التوحيد الذي هو أعظم حقوق الله عز وجل وبذات صيغة شهادة التوحيد تقريبا ولو تأملنا مبنى هذه الكلمات التي شكلت هذه الجملة لا إله إلا هو التي جاءت خبرا عن الله وهو ما يصور التوحيد لو وجدنا أنها تتشكل من ذات الحروف في لفظ الجلالة الله لا تخرجوا عنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي ذاتها مكونة من حروف لفظ الجلالة الله لا تخرجوا عنها وهي أصوات سهلة سهلة في النطق لطيفة في الوصف تشعر عند النطق بها بمشاركة القلب والنفس مما ينتج راحة وهدوء وسكينة وطمينان إذا كان مطلع هذه الآية هو كلمة التوحيد وهو اسم الله العظيم كلمة التوحيد التي هي أعظم كلام وهي شعار الدين وهي أدوة دعوة جميع الرسل وهي أثقل شيء في الميزان فلا عجب أن تكون آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله لقد بدأت بكلمة التوحيد التي هي مفتاح دار السعادة وياصل الدين وأساسه ورأس أمره من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ووجدت الجنة والنار فلا عجب إذن مدامت بداية الآية هي كلمة التوحيد أن تكون هذه الآية هي أعظم آية بعد ذلك الحي القيوم هذان الإسمان الحي القيوم ووضحان أعظم صفات الله الحياة والقيومية وقد تكلمنا عنها فهما يدلان على سائل الأسماء الحسنى دلالة مطابقة وتضمن كما بينا مقال لا تأخذه سنة ولا نم هذا تفسير للحياة والقيومية حتى لا يدعي أحد صورة من صورها فمن آثار تلك الأسماء العظيمة السابقة وصفاتها المتضمنة فيها أنه سبحانه لا تأخذه سنة ولا نم تأملوا معي تركزوا معي لا تأخذه لماذا ذكر الأخذ ولماذا نفى الأخذ نفي الأخذ دون أن يقال لا ينام أو لا يوسن للإشعار بقوة سلطان النوم الذي هو أحد جند الله وخلقه فله مع غير خالقه سبحانه وتعالى سلطان عظيم على الخلق إنهم لا ينامون بل إنه يأخذهم أخذا دون قدرة على المقاومة وهذا أمر مشاهد في حياة المخلوقين لا مجال لإنكارها والمجادلة فيه فلو أن الإنسان أراد أن لا ينام سيأخذه سلطان النوم ولذلك تأملوا معي إذا دقت اللفظ وعمق دلالته لا تأخذه فالنوم يأخذك أخذا ويأخذ جميع المخلوقين والله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم وقدم ذكر السنة التي هي بدايات النوم وهي شيء لطيف يمر على الإنسان في ثوان معدودة فإذا كانت منتفية عن الله فما هو أعظم منها من باب أولا كما أن في ذكرها وتقديمها بيان لعظم قيوميته سبحانه فحتى ما لا يعد نوما وهو السنة منفي عنه فما بالك بالنوم ذاته لأن هذا هو اللائق بالله عز وجل سبحانه وتعالى كما أن في ذكر السنة إشارة أن كل من تأخذه هذه السنة وهم كل المخلوقين بلا استثناء فقد انتفت عنهم القيومية التي تضمنها الاسم العظيم القيوم وبالتالي لا يمكن أن يكون آلهة وإنما ذكرت السنة دون غيرها كالنعاس مثلا لما في معنى السنة من لطافة التأثير وسرعته وقلة الوقت فهي لمحة لطيفة تمر أما النعاس فهو دليل على التعب والإرهاق مما يستوجب طلبا للراحة لذلك ذكره الله عز وجل مع المؤمنين في قول آمنة معاسا ونلحظ كيف ربطه مع الآمنة حتى ينفي عنه الوصف السلبي المرتبط بالنعاس عادة ولا نوم نفى النوم بتكرار لا ولم يقل سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ونوم لا بل قال سنة ولا نوم لا تأخذه سنة ولا نوم فتكررت لا مرتين حتى يعلم أن المنفي عنه سبحانه وتعالى هذا وهذا أي أن النفي واقع على السنة لوحدها وعلى النوم لوحده وإنما لم يكتفي بنفي السنة وهي الأقل النفي الأعظم وهو النوم لما قد يتبادر أن السنة قد لا تحصل للمخلوق لكنه قطعا ينام فما كل أحد تحصل له السنة لذلك نفى ذلك عن الخالق سبحانه وتعالى حتى يظهر معنى الحياة والقيومية في حقه سبحانه وتعالى فحتى الشيء الذي لا يحدث إلا نادرا مع المخلوقين منفي عنه سبحانه وتعالى التدليلي على عظم قيوميته عز وجل يقول بن عاشور وجملة لا تأخذه سنة ولا نوم مقررة لمضمون جملة الله الحي القيوم لا إله إلا هو الحي القيوم ولرفع احتمال المبالغة فيها فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحي القيوم لذلك فصلت عنها عن التي قبلها أي هو الحي القيوم لذلك لا تأخذه سنة ولا نوم وسر ذكر السنة والنوم خصوصا يعني لماذا النوم يعني لماذا لم ينفع عن الله عز وجل أمر آخر غير موضوع السنة والنوم السهو مثلا الغفلة النسيان لماذا لماذا السنة والنوم بالذات مع ورود ما قبلها الحي القيوم لماذا فكروا معي تأملوا معي لأنه يعني السنة والنوم هو الذي يضاد الحياة والقيومية النوم يسمى موتا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى لفراشه قال باسمك أموت وأحيا وإذا قام قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما آماتنا وإليه النشور رواه البخاري فسمي النوم موتا وعلى هذا فالنائم في حكم الميت وهو فاقد تماما لكل صفات القيومية والحياة لذلك فالله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام قال أبو موسى الأشعري قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم يقول الطبري وهذا الوصف إلا تأخذه سنة ولا نوم والحياة والقيومية وهذا الوصف ليس لسواه فأي طاغوت عبد من دون الله إن كان حياً فحياته تغالبه الغفلة والسنات حياته تغالبها الغفلة والسنات وإن قاومها وراد البقاء عدداً من الساعات فإن النوم يراوده ويأتيه فضلاً عن كون الموت وفيه فلا ينفرد بكمال الحياة ودوامها باللزوم إلا الله الحي القيوم ويذكر ابن عاشور ما المحاخر يقول نفي استيلاء السنة والنوم عن الله عز وجل دليل على تحقيق لكمال الحياة ودوام التدبير وإثبات لكمال العلم فإن السنة والنوم اشبهان الموت كما ذكرنا فحياة نائم في حالهما حياة ضعيفة وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس ونفي السنة عن الله لا يغني عن نفي النوم لأن من الأحياء من لا تعتره السنة فإذا نام نام نوماً عميقاً ومن الناس من تأخذه سنة في غير وقت نوم وقد تمادحت العرب بالقدرة على السهر قال أبو كبير فأتت به حوش الفؤاد مبطناً سهوداً إذا ما نام ليل الهوجلي فالمقصود أن الله عز وجل لا يحجب علمه شيء حجباً ضعيفاً ولا طويلاً ولا قليلاً ولا كثيراً ولا غلبة ولا اكتساباً له ما في السماوات وما في الأرض بعد بيان حقه سبحانه وتعالى في التفرد بالألوهية وأنه سبحانه حي قيوم ذكر سبحانه وتعالى ملكه للسماوات والأرض وقال ما في السماوات والأرض وفي ذلك تناسب لطيفة كأنه قيل لأنه المتفرد بالألوهية والحياة والقيومية على النحو الموصوف فينبغي أن يكون له هذا الملك العظيم له ما في السماوات وما في الأرض فهو نتيجة لما سبق والتعبير بما دون من ما قال الله عز وجل له من في السماوات ليكون ذلك أشمل يشمل العقلاء وغير العقلاء من ذا الذي يشفع عنده الله بإذنه؟ سر ذكر الشفاعة في هذا السياق لماذا؟ قد يكون هذه الآية العظيمة بهذا الوصف العظيم لماذا ذكرت الشفاعة؟ وبهذه الصورة من ذا الذي يشفع عنده الله بإذنه؟ لأن السياق فيه تربية للمهابة والخشية والتهويل والتعظيل وفي مثل هذا المقام يهاب الشافع أن يشفع وفي هذا نوع من التخويف للعباد من أن يشركوا بالله عز وجل شيئا بل عليهم أن يوحدوه سبحانه وتعالى ويعظموه ويوقروه جلة قدرته لأنه عرف عن عندهم شأن الشفاعة وأنهم كانوا يشفعون لبعضهم وربما أذهبوا حقوقا بهذه الشفاعة وفي هذه الشفاعة التي كانت بينهم في الدنيا فيها نوع من أنواع أخذ حق المشفوع عنده فإن الشافع له منزلة عند المشفوع فيشفع في غيره فيتسبب في سماح أو غير ذلك وقد يكون في هذا أيضا ظهار لشأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المقام الرفيع فمثل هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه صلى الله عليه وسلم لما كان السياق سياق لبيان عظمة الخالق وتصرف في هذا الكون ذكر ما يدل معه على مكانة النبي الكريم فذلك الموقف الذي سيؤذن له بالشفاعة هو محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك النصوص وذلك هو المقام المحمود له عليه الصلاة والسلام وهذا الأسلوب من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن فيه استنهاض يعني أو استبعات بالأصح استبعات من؟ يعني ليس هناك أحد يشفع عنده إلا بإذنه وتأملوا في هذه الكلمة الكلام هنا عن الإذن في الشفاعة ابتداء لا في حصول ما طلبه الشافع كما هي الشفاعة في الدنيا فإن الشافع في الدنيا يأتي إلى المشفوع عنده ويدخل عليه ويكلمه ويبقى أمر المشفوع عنده أن يوافق أو لا يوافق لا الأمر هنا مختلف هنا الإذن للشفاعة نفسها ابتداء بعد ذلك يكون نظر آخر في استجابة لطلب هذا الشافع من ذا الذي يعني ليس هناك أحد يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة ذاتها بإذن وبعد ذلك ينظر في الطلب الذي في هذه الشفاعة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مما يؤيد معنى التخويف وتربية المهابة ذكر علمه سبحانه وتعالى في هذا المقطع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم والتعبير بما لبيان الشمولية والسعة وذكر الظرفية بين وكون البينية للأيدي يشير إلى ما يقومون به من أعمال فإن عادة يعني تذكر اليد لهذا الأمر لأن جل أعمال الإنسان وتصرفاته تكون من أمامه وبيده وذكر ما خلفهم للاحتراز وذكر هذا الأسلوب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دون يعلم أعمالهم وأقوالهم وكل شؤونهم ليشمل ذلك وما يقومون به وما يحيط بهم مما يمكن أن يؤذيهم فكل هذا داخل في علم الله هذا كله لبيان عدم إحاطتهم هم بما بين أيديهم وأنهم لا يعرفون ما خلفهم فكيف يكون علم الله الواسع الذي سبقت الإشارة إليه له ما في السماوات وما في الأرض فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم مما هم غافلون عنه أو مما قاموا به هم ولا يحيطون بشيء في المقابل هم لا يحيطون بشيء من علمه تأمل عظمة علم الله وحقارة علم المخلوق هو يحيط بكل شيء وهم لا يحيطون بشيء إلا بما شاء ما يأذن به الله عز وجل فهذا دليل على أن كل ما نرأه اليوم من علم وتقدم وتطور وعلوم هائلة هي شيء مما أذن الله به تأمل معي كلمة يحيطون وكلمة بشيء كلمة بشيء يعني أي شيء وكلمة من علمه تدل على الجزئية أي أي جزء من علمه مهما صغر في نظرهم فإنهم لا يحيطون قد يعرفون بشكل عام لكنهم لا يحيطون ولذلك جاءت كلمة الإحاطة وما وصلوا إليه من خصائص وقوانين وعلوم في هذا الكون كله هو إلا بما شاء وهذا الاستذناء وربط بما شاءت الله يشعر بأن هذه النسبة التي يمكن أن يعرفها العباد يمكن أن تزيد أو تنقص بحسب ما يشاء الله ويمكن أن تكون لأناس دون آخرين وهكذا وهذا فيه إشارة أن كل ما وصل إليه الخلق مما اجتهدوا في معرفته من علوم الدنيا هو علم ناقص الإحاطة ويبقى مما لم يعلموه الكثير لأن الله نفى الإحاطة وكما يدل ذلك على أن أكمل علم هو ما كان عن الله من خلال رسوله وكتبه وسع كرسيه السماوات والأرض حتى لا يغتر العباد بما وصلوا إليه من معرفة أذهلت عقولهم ذكر الله لهم تلك العوالم العظيمة التي تحيط بهم يرونها بأعينهم السماوات والأرض ويمخلوقات أعظم منهم بكثير وذكر فيه معها أيضا ما هو أعظم من تلك المخلوقات التي نراها السماوات والأرض وهو الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض لماذا ذكر معها السماوات والأرض وسعة للسماوات والأرض بشكل خاص لأنها أعظم ما يقع في أذهال الخلق من السعة والحجم والاتساع فالكرسي أكبر منها؟ جاء التعبير بوسع لبيان سعة هذا الكون الذي يظهر عظم علم الخالق ومحدودية علم المخلوق إذا كان كرسي الرحمن سبحانه يسع السماوات والأرض فمن أين للخلق أن يحيط بشيء من هذا العلم إلا بما يريد سبحانه وتعالى وإنشاء الكرسي الذي هو موضع قدمي الرب هو أعظم خلقا من السماوات والأرض فكيف بعظمته هذا الكرسي؟ كيف؟ كيف بعظمة الكرسي؟ وكيف بعظمة العرش الذي هو أعظم من الكرسي؟ كل ذلك وكيف بعظمة الخالق سبحانه وتعالى أيضا مما يشير إلى العظمة يا أخواني الكرام هنا تسمية الآية باسم الكرسي تشير إلى هذه العظمة إلى عظمة هذا المخلوق وهو الكرسي وتشير إلى عظمة خالقه أيضا يقول البطاعة على هذا المقصود دلت تسميتها بالكرسي لأنه على قدر مملكة الملك تكون قدرته وعلى قدر وعلى حسب قدرته يكون علوه عظمته كما ذكرنا ذلك سابقا ومما يوضح عظمة هذا الكرسي قول النبي صلى الله عليه وسلم تأملوا معي بعدما سمعنا هذا الكلام يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي السماوات السماوات التي لا يعني لا نرى منها إلا القليل السماوات العظيمة الهائلة مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا لا إله إلا الله حلقة مرمية في صحراء هائلة ماذا تشكل؟ لا شيء السماوات كلها هذا الكون الهائل المتسع كحلقة ملقاة بأرض فلا إذا ما قوننت بالكرسي وهذا الكرسي على هذا الخلق العظيم بالنسبة للعرش العرش أعظم منه كفضل الفلاة على تلك الحلقة لا إله إلا الله إذا كان هذا خلق الله فكيف بعظمته سبحانه وتعالى يقول الشيخ بذهمين من دلالات آية الكرسي إثبات العظمة والقوة والقدرة لقوله تعالى وسع كرسي والسماوات وأرض لأن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق وكل هذا الوصف الذي يتنام فيه العلم بداية مما بين أيدي المخلوقين ومرورا بالسماوات والأرض ثم الكرسي كل هذا يفضي إلى عظم الخالق سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله ما أعظم قدره سبحانه وتعالى وأعلى شأنه ولا يؤده حفظهما ربما يأتي في الذهن هذا الخلق العظيم كيف يمكن أن يدبر فقال سبحانه وتعالى ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم ختمت الآية بالاسمين الكريمين العلي العظيم كأنه كالتعليل لما سبق ذكره من عظمة الله وعظمة تدبيره لكل هذه العوالم لكل هذه العوالم دون مشقة أو تعب ولا يؤده حفظهما حفظهما تأمل الحفظ الحفظ ولله المثل الأعلى لو أن الإنسان وكل بأن يحفظ شيئا في محيط صغير تحدث فيه أحداث كثيرة حفظ ليس مجرد مراقبة حفظ والله لا أعجزه ذلك فما بالك بالسماوات والأرض والهذه العوالم الهائلة ولا يؤده ولا يشق عليه ولا يتعبه حفظهما ثم قال وهو العلي العظيم كأنها كالتعليل أي فمع عظمة وسعة تلك العالم فهي تحت تدبير الله وحفظه ولا عجب أن يكون ذلك لأنه العلي العظيم أخيرا استطيعا نقول إن هذه الآية آية الكرسي حوت كل صور العظمة والكمال لله سبحانه وتعالى وهي عشرة كمال الذات الله كمال التوحيد لا إله إلا هو كمال الصفات الحي القيوم صفات الذات والأفعال كمال الملك له ما في السماوات والأرض كمال الهيبة من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه كمال العلم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم كمال الخلق وسع كرسيه السماوات والأرض كمال التدبير ولا يؤده حفظهما كمال العلو العلي كمال العظمة العظيم لقد بدأت آية الكرسي بأسمائه وختمت بأسمائه وبينهما تدبيره وأفعاله أسأل الله لي ولكم التوفيق هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر